صلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعيني الكرام على قناتي دروس إكرام التعليمية في فيديونا اليوم سنتناول اختبار تجريبي في التربية المدنية للسنة الدراسية 2021-2022 كما أنتم تلاحظون يعني لاحظتم في فيديوهات السابقة أن جميع الاختبارات للسنة الجديدة يعني عنوين السادقة فتبعوا معي للأخير لأنه تقدر تكون مقترحة بقوة للشهادة عن الجزء الأول الوضعية الأولى عرف المصطلحات التالية الوساطة الاجتماعية الاستئناف الحسب السياسي الدباجة الوضعية الثانية تساهب بعض المنظمات الإنسانية والجمعيات في الدفاع عن حقوق الإنسان عرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع ذكر تاريخ إعلانه إبلاء الجدول التالي بما يناسب خروقات حقوق الإنسان بعض بأر التوتر في العالم الوضعية الثالثة يعتبر الدستور القاعدة القانونية للتشريع وتسير مؤسسات الجمهورية فسر العلاقة التي تربط بينهما السؤال الثاني أكمل الجدول بما يناسبه بابه الثالث فصول تناولت الرقامة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية تناولت نقطتين التعديل الدستوري والأحكام الانتقالية هنا نقطتين هنا فصول تناولت السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فصول تناولت على التوالي الجزائر والشعب والدولة والحقوق والحريات والواجبات صدفها في الجدول الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث والباب الرابح الجزء الثاني في حصة تلفزيونية رفقة والدك حول علاقة الدستور بمؤسسات الجمهورية حيث قال أحد المتدخلين الدستور تكفل بضبط سير المؤسسات الجمهورية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد فطلب منك والدك شرحا وافيا وكافيا للعبارة السندات السند واحد الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات للأفراد السند الثان يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة واحدث الأمة وهو حامي الدستور ويبارس السلطة السامية في حدود المثبتة في الدستور السند الثلاثة يبارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين يبارس الرقابة وإعداد القوانين وفق شروط محددة اعتبادا على السندات ومكتسباتك اكتب فقرة من 12 سطرا تبرز فيها دور سلطات الدولة في ظل أحكام الدستور وأهميته هذا الأخير في تنظيمها نمر الآن إلى التصحيح النبوذجي الجزء الأول الوضعية الأولى الوساطة الاجتماعية هي احتكام أطراف النزاع إلى شخص محايد لا علاقة له بهما من أجل الحل ويتم في مكتب المصالحة الاستئلاف إعادة المحاكمة في المجلس القضائي الحزب السياسي وتنظيم جماعة من الأفراد لهم نفس التوجهات السياسية هدفهم تهدف إلى الوصول إلى السلطة بطرق سلمية وديمقراطية الدماجة وهي مقدمة الدستورة الإعلان العالمي أكدت على مقومات المجتمع الجزائري تقدروا نضيفها معها المضاية الثانية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة قانونية صدرت في 10 ديسمبر 1948 تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم هذا عبدها فقط تنص على حقوق الأفراد على خرقات حقوق الإنسان الحروب بأشكالها الإبادة الجماعية المعاملات الإنسانية غياب العدل والمساوات بعض بؤر التوتر في العالم فلسطين ليبيا اليمن والعراق الوضعية الثانية الجواب الأول علاقة الدستور بمؤسسات الجمهورية العلاقة بين الدستور ومؤسسات الجمهورية هو القانون العلاح حيث يعتبر الدستور للقاعدة القانونية التي تسير الحياة العامة للأفراد ومختلف مؤسسات الدولة فهو يعلو ولا يعلى عليه أو تقدروا تقوله الدستور يبني مؤسسات الجمهورية ويحدد علاقاتها وطريقة تسييرها الدستور هو القانون المرجعية التي تستبد منه المؤسسات طريقة تسييرها والدستور يحدد العلاقة بين الشعب ومؤسسات الجمهورية تذكرهم لهم في ثلاثة تقبل الإجابة الجواب الثاني الباب الأول من الدستور به خمسة فصول تناولت على التوالي الجزائر والشعب والدولة والحقوق والواجبات والحريات الباب الثاني من الدستور به ثلاثة فصول تناول التوظيم السلطات التشريعية التنفيذية القضائية الباب الثاني من الدستور به ثلاثة فصول تناولت الرقابة ومرقبة الاتخابات والمؤسسات الاستشارية الباب الرابع من الدستور تناول نقطتين التعديل الدستوري والأحكام الاتقالية الجزء الثاني الوضعية الإدماجية لدينا البعايير الملاءمة مع الوضوع كتابة فقرة من 12 صدران فهم التعليم من خلال كتابة فقرة تتضمن الدستور وتعريفه والعلاقة التي تربطه بالمؤسسات الجمهورية يعني تحاولوا تعودوا تربطوه بهذا اللي ربطتوا به سابقا هذه قدامكم علاقة الدستور تحاولوا تربطوه به في الوضعية الإدماجية على بالمؤسسات الجمهورية على الاستمال السليم بمفاهيم وأدوات المادة توظيف السندات المقتنحة بشكل سليم توظيف بفاهيم ومصطلحات المادة بشكل سليم بين قوسين الدستور الرئيس الجمهورية الوزير الأول الوزارة السلطة الشعية السلطة التنفيذية والسلطة القضائية الإسجاب الجانب المنهجي وضع خطة الإجابة مقدمة عرض خاتبة الترتيب المنطقي للإجابة المقرؤية نظافة الورقة عدم التشطيب تميز المنتوجة إذن هذا يعطي بلك عليه نقطة إذن كل كل فقراء هيتاتين لها نقطة هذه نقطة هذه أربعة نقاط هذه نقطتين ونقطة واحدة إذن نشكركم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء شكرا بزاف بزاف لكم على التتبة وحسن المتابعة حاولوا فقط أنكم تحفظوا بعض المصطلحات من وشكم تحلوا في النيسوجي وحاولوا فقط تركزوا على الأسئلة تأياني السؤال والوضعية الأولى والوضعية الإدماجية تعرفوا على وش رح يتهادروا في الوضعية ولا تخرجوا على الموضوع لأنه خروجكم رأى على الموضوع رح يسبب نقص العلامة أو ضعف العلامة خصوصاً أنكم رح تعكبوش حدث التعليم المتوسط ماشي بيام بلو ماشي اختبارات فصل ماشي فصل أول ماشي فصل ثاني ماشي فصل ثالث يعني بيام لازم تركز شكوركم بزاف على ناحية المتابعة والإصغاء بقالية غير يكون فيكم وعلى خير وتهد الله في روحكم ومع السلامة باي اشتركوا في القناة